موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الوارد والياسمين قبل ما نبدأ في التحدي بتاعنا لا يزم نتفق على مجموعة من الخطوات هنلتزم بيها مع بعض أولها إننا هنحدد كل يوم عشر دقايق علشان نقوي مهارات القراءة عندنا ومهما كانت مسئولياتي ومهما كان المشاوير اللي برايا ما استغناش أبدا عن العشر دقايق دول وما خليش اليوم يعدي غير لما أحدد عشر دقايق دي لتنمية مهارات القراءة لابني أو بنتي هنعمل إيه بقى في الموضوع؟ بأول حاجة هنقرأ كل يوم حروف الهجاء تلت مرات بصوت مرتفع مع الإشارة على الحرف المقروع يعني هقرأ حروف الهجاء بصوت عالي وشاور على الحرف أثناء القراءة وقراءة الحرف اسم الحرف ألف، با، تا، ثا وعكذا هكتب حروف الهجاء يوميا مرة واحدة بخط جبيل وأثناء الكتابة أقرأ الحرف يعني أكتب الحرف أقول ألف، با، تا، وهكذا مرة واحدة كل يوم هحدد دفتر طبعا وهحدد ألم معي كل يوم أكتب الحروف وأردد الحرف أثناء الكتابة بعد كده هردد حروف الهجاء بأصواتها القصيرة إحنا عارفين طبعا الأصوات القصيرة للحروف الفتحة والضمة والكسرة بعد كده هقرأ قصة الحرف المستهدف وهحدد الكلمات اللي بتحتوي على الحرف المقصود يعني قصة حرف الألف هلاقي كلمات بتبدأ أو بتحتوي بحرف الألف هحط تحتها خطوة كذا مع باقي الحروف بعد قراءة القصة وبعد تحديد الحروف المستهدفة منها هنبدأ أننا نتهجى الكلمات المستهدفة ونكتبها مرة واحدة على الأقل دلوقتي هنقرأ مع بعض حروف الهجاء ونستمع إلى قبلة وأردد معاها بصوت عالي مرة كمان مرة كمان أقرأ الحرف بصوت الحرف باسم الحرف اسم صحيح ألف با تا فا اسم الحرف بعد انتهائي من قراءة الحروف أكتب كل حرف وأثناء الكتابة كل مكتب حرف أقول اسمه إيه ألف، با، تا، ثا، جين، حا، خا، وأكتب بخط جميل ومرتب دلوقتي هنقول أصوات الحروف القصيرة إيه هي الأصوات القصيرة؟ الفتحة والضمة والكسرة أهوئي، بابوبي، تتوتي، فسوثي، ججوجي، حيحوحي، خيحوخي، بيدودي، ذذوذي، راروري، ززوذي، سسوسي، شاشوشي، ساسوسي، ضادودي، طاطوتي، ذذوذي، عيعوعي، غيروري، ففوفي، قاقوقي، كاكوكي، لالولي، مامومي، نانوني، هاهوهي، واووي، يا يوي قرأنا الحروف بأصواتها القصيرة إيه الأصوات القصيرة يا شباب؟ الفتحة والضمة والكسرة الألف بالفتحة أ، الألف بالضمة والألف بالكسرة إ، في الفتحة أفتح بقي، في الضمة أضم بقي أثناء قراءة الحرف، في الكسرة أشد الحرف لتحت خلصت المرة الأولى ولسه عندك وقت، قولي الحروف بأصواتها القصيرة مرة كمان، بالفتحة وبالكسرة وبالضمة الصوت غير الإسم، اسم الحرف ألف، صوته مع الفتحة أ، اسم الحرف قاف، صوته مع الفتحة قا، وهكذا الغايد بقي هيا نقرأ معا قصة حرف الواو وليد ولد صغير أخت وليد اسمها وردة أهدى وليد أخته وردة حمراء ابتسمت وردة ورسمت وجها ضاحكا لوليد هيا نقرأ قصتنا مرة ثانية وليد ولد صغير أخت وليد اسمها وردة أهدى وليد أخته وردة حمراء ابتسمت وردة ورسمت وجها ضاحكا لوليد هيا نمسك قلمنا ونضع خطا تحت كل كلمة تحتوي على حرف الواو ونتهجى حروفها معا السطر الأول وليد ولد وولام دال السطر الثاني وليد وولام ياء دال وردة ووراء دال تاء مربوطة السطر الثالث وليد وولام ياء دال وردة ووراء دال تاء مربوطة السطر الأخير وردة ووراء دال تاء مربوطة المطلوب مني زي ما احنا متعودين أن نقرأ القصة أكثر من مرة وأن نتهجى حروف كل كلمة تحتوي على حرف الواو ونكتب كل كلمة بها حرف الواو مرة واحدة وإن كان هناك وقت نأتي بكلمات جديدة تحتوي على حرف الواو أتمنى أن الدرس يكون سهل وبسيط عليكم وأن الشرح يكون واضح ويريت نمشي على خطوات التحدي اللي اتفقنا عليها نقرأ الحروف الهجائية كل يوم ثلاث مرات ونقرأ الحروف بأصواتها القصيرة ثلاث مرات ونقرأ قصتنا أكثر من مرة ونكتب الكلمات ونتجاها بصوت عالي علشان نقدر أننا نحقق النتيجة المرجوة إن شاء الله ولو عجبنا الفيديو ياريت أن احنا نعمل لايك وشير ونشترك في القناة من زرار الاشتراك اللي باللون الأحمر ونحاول أن احنا نعرف أصحابنا وحبيبنا على التحدي بتاعنا علشان يشتركوا ويستفيدوا وهم كمان أتمنى أن يكون الدرس سهل وأتمنى أن تكونوا استفدتم وشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني قريب جدا بإذن الله باي باي